صادمة كانت الحرب على الموصل وقائع ونتائج وإحصائيات كل ذلك غاب عن الحكومة وحضرت الذريعة فقط الإرهاب وتحت ذريعة الإرهاب هذه دمرت المدينة حتى اختفت ملامحها يد قصفت وأخرى احتقلت وعذبت ثم بعد ذلك كانت هناك أياد تصفق وتتحدث عن التحرير وإعادة الإعمار لكن من ورائها لوحت مخالب إيرانية في الأفق تبغي المدينة بواقع جديد طارئ لم يعرف أهلها صدا ناقم مستنكر أخذته مطالبات الوقف الشيعي نظيره السني بإعادة مواقع دينية في المدينة لإدارته بذريعة أنها مملوكة لوزارة الأوقاف المنحلة تفتيش بسيط في الملف يعيده لخارطة واضحة ترسم في الخفاء لتغيير واقع المدينة بدءا من المكاتب الاقتصادية للميليشيات التي مارست دورها كدولة ظل وليس انتهاءا بالاعتقالات العشوائية وإهمال معاناة سكانها عن تلك المطالبات قال النائب عن محافظة نينة وعبد الرحيم الشمري إن من شأنها إشعال الفتنة الطائفية في البلاد مجددا مؤكدا أن طلب الوقف الشيعي لاستحواذ على 17 مسجدا ومرقدا في الموصل هدفه استثماري بحت ولا علاقة له بالدين الشمري أضاف أن المدينة شهدت بعد السيطرة عليها محاولات لإشعال الفتنة عبر المكاتب الاقتصادية التي دعمتها فصائل بميليشيا الحشد دعيا إلى التصدي لمحاولات الوقف الشيعي الاستيلاء على الأوقاف في الموصل ما يجري في الموصل نسخة عن خطة تطبق منذ أكثر من 15 عاما في بغداد ويجري استنساخها على قدم وساق في مناطق أخرى كسام الراء وديالا وحزام بغداد دون ضجة في الإعلام خصوصا ذلك المملك للحكومة أو للجهات الحزبية التي تسير الدولة بالترافق مع ترويج لإهام السامعين أن كل ذلك ما هو إلا عمليات استثمار أو حملات أمنية للقضاء على الإرهاب ووسط تلك الفوضى يخرج سؤال بديهي كيف لمن لم يؤتمن على مدينة ادعى تحريرها ثم طمرها بالقنابل أمام العالم أجمع أن يؤتمن عليها وهي بقبضته في حاضر هش مغيب تسوده الرايات الصفراء وأحلام حاملها المريضة تسوده الرايات الصفراء